اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا معلومة رشيقة نهاردة هنتكلم بمنتهى البساطة عن الفرق بين quality control و quality assurance وخب بالك الفرق بالطريقة اللي احنا هنقولها مش هتلاقيه موجود في الكتب لان احنا بنجمع بين الكلام النظري اللي موجود في الكتب والكلام العملي اللي هو بيتطبق على ارض الواقع طيب اول نقطة بيختلف فيها اللي اتنين هي نقطة ال-prevention وال-detection ال-quality control معني باكتشاف المشكلة او العيب او الخطأ بعد حدوثه يبقى المنتج قريدي بينتج دلوقتي على خطوط الانتاج الخدمة قريدي بيتم تسلمها للعميق وهو بيفحص عشان يكتشف المشكلة اذا هو ال-quality control function is a detection function او function معمولة لاكتشاف الخطأ او اكتشاف العيب او اكتشاف المشكلة على العكس تماما ال-quality assurance is a prevention function يعني ايه؟ يعني هو function معنية بال-prevention منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق انها بتشتغل على ال-planning التخطيط للانتاج وللمنتجات والخدمات قبل ما ابدأ في انتاجها او ابدأ في تنفيذها يبقى quality assurance is a prevention function quality control is a detection function ده اول نقطة فيها اختلاف تاني نقطة quality control is a reactive function يعني a reactive يعني بتشتغل على الحدث اللي هو هنا بيمثل المشكلة او الخطأ او العيب بعد حدوثه يبقى هي بتشوف العيب بعد ما بيحصل لكن quality assurance is a proactive function يعني a proactive يعني بتشتغل على الاحطاء المتوقع حدوثها كان هي لسه ما حصلتش بس بتشتغل على ال-processes عشان تمنع انها تحصل في الاساس يبقى احنا قلنا قد دلوقتين quality assurance is a prevention proactive function quality control is a detection reactive function طيب ايه الفرق تاني بينهم الفرق برضو بينهم فرق اساسي ان quality control بيركز على المنتج او الخدمة الملموسة اللي احنا بنقدمها للعمير يبقى هو بيشتغل على المنتج على الانتاج على الاوبط المخرجات من العملية لكن اليمنين دايما يقولوا لك احنا بنستغرب الناس اللي دايما نشتغلوا على مخرجات العملية اللي هي بتبقى بايزة وما بيرجعوش يبصوا على العملية اللي هي اصلا خرجت المنتجات اللي بايزة طيب الكواتي assurance هو اللي بيقوم بالدور ده يبقى الكواتي assurance is a process oriented function بيبص على العملية اللي انتاجت المنتج لكن الكواتي control is a product oriented function هو مالوش دعب بروسس هو بيبص على المخرجات من البروسس وبيفحص مخرجات البروسس سواء كان المنتج او نهائي او شبه نهائي finished product او semi-finished product او service طيب بيختلفوا عن بعض في ايه تاني الكواتي control بيبص short term يعني ايه يعني هو بيعيش يضمن جودة المنتج او الخدمة اللي بيتم انتاجها فعليا حاليا يبقى ده short term focus لكن الفوكس بتاع الكواتي assurance is long term ليه لانه اللي بيضمن لي الكونسيستنسي في اداء الكواتي بتاعي over the time عن طريق الشغل على السيستم والبروسس زي ما قلنا طيب يبقى كواتي assurance is a long term function كواتي control is a short term function طيب ايه الفرق بينهم تاني طبعا الشركة اللي بتطبق كواتي assurance بتطبقه صح بتطبقه بجد هي شركة mature يعني نطجة كواتي level بتاعها عالي بتقدر تعلي اسعارها زي ما هي عايزة وبالتالي تزود ربحياتها وبالتالي بتحقق high level of customer satisfaction طبعا على عكس الشركات اللي بتكتفي بشغل الفحص فقط وشغل كواتي control فقط يبقى سريعا الفرق بين الكواتي assurance وكواتي control قولنا كواتي assurance prevention function كواتي control is a detection function الكواتي assurance يعني منع بتشتغل عن منع الكواتي control بتشتغل على الاكتشاف الكواتي assurance is a proactive function بتشتغل قبل ما المشكلة تحصل الكواتي control is a reactive function يعني بتشتغل عن المشكلة بعد ما تحصل قولنا quality assurance بي focus long term لكن quality control بي focus short term قولنا quality assurance is a process oriented function بتبص على الprocess لكن quality control mainly is a product oriented function where customer satisfaction and the level of maturity of the organizations بيعلى اكتر طبعا في الشركات اللي بتهتم اكتر بالquality assurance function شكرا جزيلا واشوفكوا على خير المرة قاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر